فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح الأحد أمام الناخبين في تونس حيث تجري الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس المنتهي ولايتهم حمد المنصف المرزوقي والباجي قائد السبسي مؤسس ورئيس حزب نداء تونس العلمني الفائز بالانتخابات التشريعية الأخيرة ويفترض أن تنهي هذه الانتخابات مرحلة انتقالية صعبة تعيشها تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب إلى السعودية في الرابع عشر من كانون الثاني يناير 2011 في أعقاب انتفاضة شعبية عارمة أنهت حكمه وتجري عمليات التصويت في نحو 11 ألف مكتب اقتراع موزع على 27 دائرة انتخابية وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي سيكون لها قانونيا حتى الرابع والعشرين من كانون الأول ديسمبر لأعلان اسم الفائز وقد ضعي إلى الانتخابات نحو 5 ملايين و300 ألف ناخب من المسجلة أسماؤهم على اللوائح الرسمية للاقتراع وقبيل فتح مراكز الاقتراع قتل الجيش التونسي فجرا مسلحا وأوقف ثلاثة آخرين حاولوا مهاجمة عسكريين كانوا يحرصون مدرسة بداخلها مواد انتخابية في منطقة حفوز من ولاية القريوان على ما أعلنت وزارة الدفاع تحية بلد اشتركوا في القناة